المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفاتها الليلة لافروف يشدد مجددا على وجوب التنسيق مع سوريا لمحاربة داعش ويتهم الغرب باعتماد المعايير المزدوجة في مكافحة الارهاب العراق تسلم الدفعة الثالثة من المروحيات القتالية الروسية وواشنطن تؤخر تنفيذ صفقة الأسلحة مع بغداد برغم استفاء ثمانها سلفا حركة أنصار الله توقع الملحق الأمني لاتفاق الشراكة والسلم ومشاورات تسمية رئيس الحكومة تراوح مكانها برغم انتهاء المهلة المحددة في هجوم قد يكون الأعنف ضد السياسات الأمريكية تهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بنشر الفوضى في الحروب التي شنتها على عدد من دول العالم وآخرها ليبيا أما بشأن الموقف الروسي من تحالف أمريكا ضد داعش فقد شدد لافروف على وجوب التنسيق مع الحكومة السورية مؤكدا مواصلة تسليح سوريا والعراق ودول إفريقية لمحاربة الإرهاب عملية التسليح الروسي توازيها في المقابل شكوى عراقية من تأخير الولايات المتحدة تنفيذ صفقة السلاح المقدرة بأكثر من أربعة مليارات دولار تسلمت واشنطن ثمنها سلفا موضوع المواقف الروسية من تحالف محاربة داعش وموضوع تسليح العراق الذي تسلم دفعة جديدة من المروحيات الروسية سنناقشهما في المسائية إضافة إلى المحور الثالث الذي نتوقف معه عند أبعاد توقيع حركة أنصار الله في اليمن الملحق الأمني لاتفاق الشراكة والسلم وأسباب التأخير في تسمية رئيس جديد للحكومة لكن قبل ذلك نبقى مع موجز لأهم الأنباء شكرا لك كمال أهلا بكم أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقدشي أن الظروف ستتغير في حال عدم توصل إلى اتفاق للملف النووي حتى 24 من 22 نوفمبر المقبل وأضاف أنه حينها يجب اتخاذ القرار بشأن كيفية المضي بهذا المسار عرقدشي وفي تصريح تلفزيوني قال أن المفاوضات في نيويورك كانت مكثفة جدا على مختلف المستويات مؤكدا رغبة بلاده في أن تصل المفاوضات إلى نتيجة بدون أن تتراجع عن حقوقها النووية أرجأت محكمة جنايات القاهرة النطقة بالحكم على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية التواطئ في قتل المتظاهرين إلى 29 من 22 نوفمبر المقبل وأوضحت المحكمة أن سبب التأجيل يعود لعدم الانتهاء من كتبة أسباب الحكم ويواجه مباركة هامات بالتواطئ في قتل مئات المتظاهرين أثناء ثورة يناير وهذه هي القضية التي سبق أن حكم عليه فيها بالسجن مدى الحياة في يونيو 2012 قبل أن ينقض الحكم مطلع العام الماضي في تونس بلغ عدد القوائم المقبولة لخوض الانتخابات التشريعية 1326 قائمة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بقيادة رئيس المنصف المرزوقي أكد أن برنامجه الانتخابي يركز على إرساء دولة منيعة تحافظ على أمنها وسيادتها وعلى بناء اقتصاد يحقق رفاها للمواطنين القيادي في الحزب سليم حمدان قال أن إرساء العدل ومقاومة الفساد وأصلاح المنظومة العقرية أمور جرى تأكيدها لدى وضع البرنامج ربط رئيس السوداني عمر البشير ترحيبه بعودة المعارض ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي إلى البلاد بتبرئته من اتفاق باريس الذي وقعه المهدي مع المتمردي لجبهة الثورية البشير وأمام مؤتمر للحزب الحاكم في سودان قال أن حكومته لن تسمح بممارسة العمل السياسي داخل البلاد لمن حملوا السلاح أو وقعوا معهم اتفاقا عايز يسير السلاح ويحارف في الميدان وعايز يجيز خرطوم عشان ما يستغل عمل سياسي أو واحف خرطوم عايز يحارف مع ذو الشاي السلاح ما برس بحبيه وأنا رسالة من السيل الصادق المهدي مرحبيه في أي وقت لكن بعد أن يتبرى مما وقعه في مارس والحوار بدون سقفات والحرية بدون سقفات هتوصل البلد زي ما شفنا في أخوان بكل أسف ما وصلت دول يمن السعيد نحن نأكد أن الخرطوم لن تكون صنعا أعلن رئيس إقليم كتالونيا ارترماس التاسعة من تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لاستفتاء شعبيا على استقلال هذا الإقليم عن إسبانيا الحكومة الإسبانية أكدت رفضها القطع للاستفتاء وقال مصدر حكومي إن سلطات مدريد بشرت بجراء الطعن بقرار جراء الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية أصيب ثمانية أشخاص على الأقل بعدما ثار بركان جبل أونتيك وسط اليابان وتوقعت السلطات اليابانية مزيدا من الثورات البركانية محذرة من سقوط رماد وحطام على المناطق المجاورة ورصدت الهيئة المعنية دخانا بركانيا ينبعث من المنحدر الجنوبي للجبل الذي يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة ألف متر ويمتد لأكثر من ثلاثة كيلو مترات عودة إليك كمال والمسائية هبا شكرا جزيلا تهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغربة بقيادة الولايات المتحدة باعتماد المعايير المزدوجة في محاربة الأرهاب لافروف في كلمة روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة شدد على وجوب التنسيق مع الحكومة السورية في العمليات ضد داعش وقال أن التحالف يتحرك على نحو مخالف للمجتمع الدولي ورأى أن الولايات المتحدة فشلت في كل العمليات التي شنتها في كوسوفا وأفغانستان والعراق وليبيا وأن هدفها كان نشر الفوضى يجب مكافحة الإرهاب في سوريا بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية وقد أكدت سوريا استعدادها وقدرتها الالتزام وهي كانت قد التزمت عندما تمت تصفية السلاح الكيماوي وروسيا منذ البداية دعت إلى توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب واليوم ترى أن المنظمات الإرهابية تنتشر في المنطقة وروسيا تساهم مساهمة ملحوظة وتورد الأسلحة للعراق وسوريا وللدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستواصل دعم جهودها في مكافحة الإرهاب شنت طائرات الولايات المتحدة وحلفائها سلسلة غارات جديدة في سوريا مراسل الميادين فاد باستداف مواقع لداعش في محيط مدينة عين العرب التي يحاصرها مسلح تنظيم وأضاف أن الغارات شملت قرى قراموغ وروفي وسوسان شمال شرق حلم قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي أعلنت شن طائرات أمريكية وأخرى من الأردن والسعودية والإمارات ضربات جوية على مواقع لداعش في سوريا دون أي تفاصيل إضافية مع إلان مباشرة من دمشق الديبلوماسيا السابقة الدكتور تركي سقر دكتور تركي سقر مباشرة تركيز روسيا أكثر من مرة وفي أكثر من تصريح وفي أكثر من مناسبة على موضوع التنسيق مع الحكومة السورية في الغارات التي تشنها أمريكا وحلفاؤها على الأراضي السورية إلى أين يمكن أن تصل هذه المطالبات الروسية وما مدى التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المعادلة العسكرية القائمة حاليا في سوريا يعني الكلام الروسي ليس جديدا وإنما من بداية الضربات الجوية وما قبل عندما تخذ القرار 2170 كان هناك تجديد على السياد السوري وطبعا السياد الإراقي ووحدة أراضي البلدين ضمن القرار لكن عندما قامت هذه الضربات فلم يتقيدوا بالقرار 2170 مما استدعى تحزير روسيا عمليا هذه التصريحات المتكررة والمتواصلة من الجانب الروسي هي بمسابة تحزير للقوى الأخرى بأن ما تم ليس شرعيا بالنسبة للضربات الجوية ليس شرعيا وإنما هو خارج نطاق الشرعية الدولية ولذلك هم دائما يقولون بالعودة إلى القرار 2070 والعودة إلى مجلس الأمن والالتزام بسقف هذا القرار حتى لا يكون هناك تمادي في الضربات الجوية إلى أماكن وتختلط بها الأوراق هي عملية استباقية دكتور تركي سقر من قبل موسكو وعملية تذكير لواشنطن وحلفائها بعدم التجاوز في سوريا أرجو أن تبقى معي دكتور لأنه اليوم أيضا أقرت وزارة الدفاع الأمريكية بالحاجة إلى مشاركة قوات برية من المجموعات المسلحة في سوريا لاستكمال مهمة الضربات الجوية عمليات التحالف الأمريكي في سوريا والعراق تستمر وسط انقسام دولي وانتقادات روسية وإيرانية وسورية تقرير حسن حجازي تتوالى الغارات الأمريكية على تنظيم داعش في العراق وسوريا نحو 300 ضربة في غضون أيام معدودة تركزت أهداف الضربات الأخيرة على منشآت نفطية يستخدمها التنظيم لتمويل أنشطته برغم من ذلك تقر وزارة الدفاع الأمريكية بأن القصف الجوية ليس كافيا المطلوب عدد كبير من القوات البرية لإنجاز المهمة وفق رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية يجب أن يتوافر عنصر الميدان في الحملة ضد داعش في سوريا ونحن نعتقد أن الطريق لتطوير ذلك هو عبر المعارضة السورية المعتدلة خمسة ألاف لم يكن يوما رقما نهائيا لقد كان لدينا تقديرات تراوح بين 12 إلى 15 ألفا ما نعتقد أنهم بحاجة إليه لاستعادة المنطقة المفقودة في سوريا كذلك يجب أن يكون لديهم قيادة عسكرية وهيكل سياسي مترابط تنضم أسراب جديدة من الطائرات إلى العمليات بعد دخول مزيد من الدول الحربة إلى جانب التحالف كالدنمارك وبلجيكا وهولندا هكذا تعمل واشنطن على توسيع دائرة تحالفها لإطفاء مزيد من الشرعية عليه يردد المسؤولون الأمريكيون أن الحرب تستهدف داعش للقضاء عليه وليس لإبقاء الرئيس السوري في الحكم على حد تعبير وزير الخارجية الأمريكي في مقال لصحيفة بوستنغلوب قال كاري إن الأسد هو أكبر جاذب لمجيء المتطرفين وأن القضاء على داعش وتعزيز وضع خصومه من المجموعات المعارضة سيساعدان في إيجاد الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية تفاوضية تنهي النزاع لكن لا شرعية لهذه الحرب في منظور المعسكر الآخر موسك ترى أن ما يجري غير قانوني من دون موافقة دمشق سوريا نفسها لا تعارض الحرب على الإرهاب شرط التنصيق معها وفق وزير خارجيتها أما إيران فوصف رئيسها الضربات الجوية بالعمل الاستعراضي يطالب حسن روحاني بحل جذري لمشكلة الإرهاب الناتج عن أخطاء أمريكا الاستراتيجية في المنطقة لدي شكوك حول الجزء المتعلق بسوريا بشأن عمل التحالف ما هو الهدف النهائي من القصف الجوي المعركة ضد جماعة إرهابية مع تعزيز جماعة إرهابية أخرى هذا يعني تناقضا في النوايا والكلمات والمصالح جميع الإرهابيين سيئون ويجب أن يدانوا أما أن نساعد طرفا ونضرب آخر فذلك لا معنى له هذا الانقسام الدولي قد يحجم نتائج الحرب على الإرهاب خاصة أن الحرب في الإقليم المندرعة منذ سنوات ثلاث لم تجد طريقا إلى الحل مع استثناء أطراف أساسيين من صياغة التسوية دكتور سقر في دمشق يلفتنا حقيقة قول الرئيس الإيراني وصفا للغارات حتى هذه اللحظة بأنها حتى الآن عمل استعراضي وغير معروف الأهداف هل فعلا الغارات حتى هذه اللحظة حسب توزع الجغرافي في سوريا هي لا تزال في إطار العمل الاستعراضي محدود التأثير وهذا الأماكن التي تضرب الآن في سوريا هل هي لا تزال ضمن الحدود المسموح بها وما هو الغير مسموح به في تلك المناطق أو في امتداد تلك الغارات حجم الضربات الجوية كان فعلا تأثيره محدود للغاية كل هذه الضربات لم يتجاوز القتلى بها العشرات من داعش يعني عملية واحدة يقوم بها الجيش العربي السوري أضعاف هذه الضربات التي تستمر منذ أربعة أيام أما بالنسبة للمواقع حقيقة المواقع التي تضربها هي مواقع موجود بها داعش وجبهة النصرة ولكن الشيء الخطير في المسألة أنهم يضربون منشآت ومباني حكومية وهذا يدل على أن هناك هدف هو تدميري وتدمير البنية التحتية في سوريا وهذا الأمر فعلا يسير الشكوك والقلق والبخاوف من النوايا الأمريكية في أهداف هذه الضربات الجوية هذا من الجو دكتور سكر من البر الولايات المتحدة تدرب المعارضة التي تسميها بين قوسين المعتدلة سمعنا للجنرال ديمسي يقول أنه خمسة ألاف الذين سوف يستغرق تدريبهم عام كامل لا يكفون وأنه المطلوب هو بين عشرة إلى خمسة عشرة ألف وهذا بالطبع سوف يستغرق وقتا طويلا إلا إذا كان هناك تكتيكات أخرى لواشنطن كيف يمكن أن نفهم ما سيجري على الأرض بعد الغارات الجوية يعني هذه الخطة الأمريكية التي أحطوها بالغموض وكانت على دفعات إظهارة كان على دفعات بالحقيقة يدل على أن هناك نوايا مبيتة وسيئة يعني ما معنى أن يضربوا إرهاب داعش ثم يأتوا بإرهابيين آخرين كما قال الرئيس روحاني ويدخلوهم إلى سوريا يعني كيف استبدال إرهاب بإرهاب أو كيف هناك إرهابيون أشرار وإرهابيون طيبون يعني هذه كاذيب أمريكية متواصلة ولا يمكن أن يصدقها أحد وهم يعرفون قبل غيرهم أن الضربات من السماء من الجو لا يمكن أن تنهي عصابات إرهابية على الأرض لذلك لا بد أن يعودوا بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية يشاء أم أبو في القريب العاجل أو في المدى المنظور لأن إنهاء داعش حقيقة لا يتم على الإطلاق بمثل هذه الضربات الاستعراضية كما قال الرئيس روحاني دكتور تبقى معنا وأيضا فيما يجري على الأرض السورية ففيما الحرب الجوية تتواصل ضد داعش يواصل الجيش السوري حربه ضد الجماعات المسلحة خيث تمكن من السيطرة على عدر البلد بعد سيطرتها على عدر العمالية وقتل في الاشتباكات القيادية في جيش الإسلام محمد المبارك المعروف بأبي حسن خلال الاشتباكات مع الجيش السوري في عدر البلد تقرير ديما نصيف عدر البلد تحت سيطرة الجيش السوري بعد أن استكمل عملياته العسكرية في مدينة عدر العمالية وانتقل منها ليسيطر على مصافي تكرير الصرف الصحي ومعامل السكر والمطعة وانتقل منها إلى عدر البلد بعد اقتعان طرق الإمداد الثلاثة اللي جايين من دومة باتجاه عدر البلد قطع نهائي أيضا فصل عدر جديد عن عدر البلد وافصلنا عدر البلد عن عدر العمالية كمان لعب الدور كبير الجيش يستعيد منطقة صناعية أساسية كانت لحظة دخول المسلحين إلى عدر العمالية في كانون الأول الماضي لا تزال توفر لسكان دماشق والغوطة الشرقية سوقا صناعيا نشطا يخفف من ضغط الأزمة على الصعيد الاجتماعي استعادة عدر البلد وعدر العمالية سيعزز جبهة سوق العمل في عدر الصناعية وينشطها مجددا صوامع الحبوب الأساسية وخزانات الوقود ومحطة الكهرباء الضخمة وعشرات المصانع التي لا تزال تعمل باتت بمنأة عن التهديد الناري للمسلحين السبب الأول واقع على عقدة جسر بغداد وجسر بغداد معروف وواصل دماشق حمص مع المتحلق الشمالي مع طريق الدمير يعني قطع العقدة معتها انقطع الشرين دماشق البند الثاني انه الطريق هذا طريق المنطقة الصناعية كان هو الأساس لمنطقة الصناعية أظهرت معركة عدر العمالية وعدر البلد تطورا مهما في معارك الغوطة الشرقية لجهة نقص عدد المسلحين وعدم قدرتهم على الحجد وهو ما يفسر إفراغهم لهذه الجبهات لصالح جبهة يعتبرونها أكثر حيوية في جوبر لكن ذلك لم يمنع الجيش السولي من التقدم في جوبر وحتى في الدخانية وهذا المعطى سيحدد مصير العمليات العسكرية حول دومة وبقية المعاقل الأساسية للمسلحين في الغوطة الشرقية من منطقة عدر البلد في ريف ديماشق ديمة ناصيف الميادين دكتور تركي سقر ماذا بعد عدر العمالية وأيضا عدر البلد على الصعيد الميداني يعني في الحقيقة الإنجاز الذي تم خلال اليومين الماضيين من قبل الجيش العربي السوري في عدر البلد وعدر الجديد كان زوء أهمية كبيرة لأن هناك سقل صناعي وأيضا موقع استراتيجي بالنسبة إلى سوار دمشق والآن قطعت الإمدادات عن الإرهابيين في داخل الغوطة في دومة بالتحديد في دومة وأصبح الآن أصبحت مقرات الجبهة الإسلامية تحت مرمى الدبابات السورية فلذلك أصبح من الممكن الآن أن تتم تطويق دومة وأن تبدأ عمليات المرحلة التالية لتحرير دومة من رجس العصابات الإرهابية الإنجاز الآخر الذي تم أيضا اليوم تقدم كبير في الدخانية يعني كتل وأحياء كثيرة الآن في الدخانية تم السيطرة عليها من قبل الجيش العربي السوري فهذه إنجازات كبيرة إضافة إلى إنجاز آخر تم في القلمون وتم فيه القضاء على العديد من الإرهابيين في كمين محكم للجيش العربي السوري هذه الإنجازات كانت حصيلتها خلال الأيام السلاسة الماضية كبيرة جدا وستنعكس فعلا على الوضع الميداني في سوريا ومحاصرة الإرهابيين والتضييق عليهم في أمكن محددة يسهل ضربهم والسيطرة عليهم أنا أشكرك جزيلا شكر دكتور تركي سقر الدبلوماسي السوري السابق حدثنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق المقاتلات البريطانية دخلت على خط الغارات ضد داعش ونقل مراسل الميدين عن مصدر عسكري عراقي طائرات بريطانية نفذت أولى ضرباتها جنوب الموصل في إطار مشاركتها في تحالف أمريكا وحلفائها ضد داعش وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أن مقاتلات من طراز تورنيدو تابعة لسلاح الجو الملكي حلقت في أجواء العراق المقاتلات أقلعت من قاعدة كروتري في قبرص هذه العملية تأتي بعد تبني نواب البريطانيين خلال جلسة طارئة مذكرة للحكومة تجيز انضمام بريطانيا إلى التحالف ضد داعش أعلنت وزارة الدفاع العراقية تسلمها دفعة جديدة من طائرات مي خمسة وثلاثين الروسية الصنع هذه الدفعة تأتي ضمن صفقة عراقية روسية بقيمة أربعة مليارات دولار ويأتي تسليم المروحيات الروسية فيما الولايات المتحدة تمتنع عن تنفيذ صفقة أسلحة مع العراق تشمل طائرات F-16 ومروحيات أباتشي ومدرعات تقرير زهراء ديراني صايد الليل الروسي وصل إلى العراق هي الدفعة الثالثة من الطائرات الروسية الصنع مي خمسة وثلاثين التي سلمتها موسكو للجيش العراقي المي خمسة وثلاثين ذات مرونة عالية تتمتع بكثفة نرية دقيقة وتحمل أسلحة مواجهة ومدافع ومنظومات ملاحية دخلت للخدمة للمساهمة في الحرب التي تخوضها القوات العراقية ضد تنظيم داعش بحسب بيان وزارة الداخلية العراقية هذه الدفعة هي من ضمن صفقة أسلحة عراقية روسية بقيمة تزيد على أربعة مليارات ومئتي مليون دولار تشمل تزويد العراق بأربعين طائرة هجومية من طرازي مي خمسة وثلاثين ومي ثمانية وعشرين تجربة شراء العراق سلاحا أمريكيا كانت صعبة مثلا دبابات أبرامز التي بدى ثمنها الابتدائي معقولا تبين أن سعرها المعلن لم يكن إلا فخا يخفي خلفه عقود صيانة خيالية إضافة إلى ذلك فإن أكثر من نصف الدبابات الأمريكية التي تسلمها الجيش العراقي تبقى في الصيانة على نحو دائم أيما الاحتلال الأمريكي دفع العراق نحو أربعة مليارات دولار ثمن ست وثلاثين طائرة أف ستة عشر وبعد سنوات وقع عقدا مع روسيا بالقيمة نفسها تضمن عشرات الحوامات الهجومية مئات الدبابات من طراز تسعين مئات العربات المدرعة الحديثة بأم بي ثلاثة خمسين نظام دفاع جوي حديث ألف الصواريخ المضادة للدروع ألف البناطق المخصصة للقنص بحسب المصادر ترجع العراق عن شراء طائرة الأباتشي ولن يشتري طائرة أف ستة عشر إلا اضطرارا فأمريكا التي قبضت المال منذ سنوات ترفض اليوم تسليم هذه الطائرات قبل أن يدفع العراق مليار دولار إضافيا بدل عقود الصيانة معي لنا مباشرة من بغداد الخبير على استراتيجي السيد فاضل أبو رغيف ومعي أيضا من واشنطن مدير مكتب الميادين هناك منذر سليمان أبدأ معك سيد فاضل مباشرة ماذا يعني بالنسبة للعراق وصول هذا النوع من الطائرات الروسية في وضعها الحالي أثناء وفي هذا الوضع الذي تحارب فيه العراق تنظيم داعش بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك وعلى مشاهديك الكرام أولا ابتداء تعودنا وتعود العالم الشرقي والمجتمع الشرقي على نقوص وعلى عدم إفاء الولايات المتحدة بعودها فهي ثالث تدعم الإرهابيين بأجهزة ومعدات فائقة الدقة يعني منحتهم نواظير النايت بجين جوجل ومنحتهم حتى طائرات درامز ايريغرافت ومن جهة هي تحبس المساعدات وتحبس العقود وإبرام العقود يعني للآن نحن ما عندنا طائرات درامز ايريغرافت التي هي موجودة أيضا عند القروب التراريزم لذلك حتى طائرات المي 28 وطائرات المي 35 هذه جاءت لنا هي كفاءتها الهجومية وكفاءتها الدفاعية وكفاءتها من حيث العدة والعدد ومن حيث الإطلاق ومن حيث التخفي ومن حيث معالجة الأهداف المتحركة ومن حيث معالجة الأهداف حتى غير المتحركة والثابتة تكون أكثر كفاءة وأكثر استخداما وأكثر منعا من طائرات الأباتشي بعدين نحن عندنا طائرات السيخوي 35 و37 أيضا هذه طائرات تكون أرخص بكثير من طائرات الأفسكستين حتى أنه العقد الذي تم إبراما مع الولايات المتحدة على الأفسكستين كان آخر موعد التسليم أول دفعة من هذه الطائرات هي مطلع الشهر الجاري مطلع شهر سبتمبر ومرة أخرى الولايات المتحدة أيضا نكثت بعهودها ولم تعطي هذا يبدد هذا حقيقة يوضح مخاوف الولايات المتحدة زاء الهلال الشيعي المرتبط من الجمهورية الإسلامية إيرانية وحتى سوريا وحتى لبنان وصولا إلى بغداد حقيقة نحن رأينا ولمسنا بما لا يقبل الشك أنه هذه الانتصارات التي حققتها سرايا الحجر الشعبي أرادت الولايات المتحدة عبر حلفها المشبوه حلف الأربعين دولة الذي يكاد يكون حلفا مهلهلا وكما قال السيد القائد الخامنئي قال أنه حلف يريد خلط الأوراق وسحب الانتصارات التي جيرتها وقامت تحقيقها وتأطيرها نعم واضح أنك ركزت سيد فاضل على عدم إفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها في عقود التسليح ما هي التبريرات منذر سليمان في واشنطن التي تسوقها واشنطن للحديث حول موضوع صفقات التسليح وتأخر تسليمها للحكومة العراقية قبل الحملة على داعش التي باشرت فيها بحملات الجوية والصاروخية كان التبرير هو الوضع الداخلي العراقي وعدم التفاهم مع رئيس وزراء المالكي من جهة وفي نفس الوقت عدم الثقة بأن هذه العلاقة لن تؤدي إلى تثبيت وضع شامل يجمع كافة الأطراف في داخل العراق وبالتالي كان هناك حذر لا بل حتى تجاهل لفترة طويلة حتى قبل زيارة المالكي إلى واشنطن كانت واشنطن كأنها متجاهلة كليا للعراق ولا تلتزم بأي من التزاماتها السابقة بانتظار أن تكون هناك تغيير وعملية تغيير الآن تعطي حجة إضافية لماذا ترغبون بأن تأخذوا الطائرات طالما أن لديكم سلاح جوي إلى حد ما هو سلاح تحالف أمريكا مع حلفائها وبالتالي عملية التأجيل تأخذ تبريرا آخر وهي لا ترغب في أن يكون هناك دور مستقل عسكري كبير للجيش العراقي وإعادة تنظيمه بشكل قوي يشكل أبعد من معادلة الدفاع في الداخل العراقي إلى أن يكون قوة إقليمية تساهم إن كان في موضوع التحالف العراق الافتراضي أو الفعلي مع سوريا مع إيران مع المقاومة لاحقا فهذه هي المبررات التي تقدم حاليا وبأنها هي ترغب في أن تبقي على هذه الصفقات قائمة وستقدمها في الوقت المناسب وعلى فكرة هناك طبعا تصورات لإعادة قواعد جوية أمريكية إن كان في إيربيل أو حتى في داخل العراق وبالتالي يمكن أن يكون عبر تركيز طائرات أمريكية قد يكون هذا أحد أشكال تسليم لاحق لبعض الطائرات طيب منذر عندما توقع هذه الصفقات التسليح بين واشنطن وبين الحكومة العراقية لا تضع واشنطن هذه الهواجس على الطاولة أمام الحكومة العراقية عبر مثلا قيود أو شروط في عقود التسليح هي تبرم العقود وبعد ذلك عند التنفيذ يتم التأخير هذه المخاوف مستجدة لدى واشنطن طرأت لدى واشنطن ما الذي لم يدفع بواشنطن لوضع شروط على هذه العقود طالما تضع دائما الشروط عندما تسلح عادة الدول العربية طبعا هناك الشرط الأساسي والمركزي كان بأن لا تنقل هذه الأسلحة وهي شرط قائم أصلا في كل سبقات الأسلحة بأن لا يتم تسليمها لطرف ثالث ولكن في الوضع العربي دائما كان تضع المعادلة الإسرائيلية معادلة الصراع العربي الإسرائيلي دائما في تغيرات الوضع في المنطقة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة كانوا دائما يرغبون في أن يبقى العراق ضعيفا لأنه إذا عاد العراق قويا ومسنودا إلى علاقات دولية أبعد عن الولايات المتحدة وعلاقات إقليمية سيشكل بالنسبة لهم منافس قوي يعني نلاحظ تاريخيا حتى مجلس تعاون الخليجي استبعد العراق واليمن من أن يكونوا مع أنهم دول يجب أن يكونوا داخل إطار مجلس تعاون الخليجي بشكل طبيعي لذلك طبعا عملية أيضا تسليم الطائرات يعني هي تقبض الأموال وهي تبرم الصفقات ولكن دائما قد تتزرع بأسباب تكتيكية بأسباب تقنية بأسباب غيرها ولكن واضح تماما أن السبب الجوهري هو سبب استغلال هذه واستخدامها كوسيلة ضغط على الحكومة العراقية للابتزاز في محاولة التغيير الآن طبعا تعد واشنطن بأنها ستكون ستنفذ كل هذه الصفقات التي أبرمتها بالسابق هذا يقال من المسؤولين في الخارجية وفي الدفاع ولكن دون تحديد سقف زمني محدد والوضع الراهن كما ذكرت أنه هناك سلاح جوي متعدد لأنه صحيح أنه لا يأتمر بإمرة عراقية يأتمر بإمرة أمريكية وبإمرة الجنرال الآن عمليا هذا ما هو القيادة الوسطى القيادة المركزية أو القيادة الوسطى في تامبا فلوريدا التي تقود كل العمليات العسكرية سمحنا نعود إلى بغداد من جديد الأستاذ فاضل أستاذ فاضل كما استمعنا إلى مدير مكتبنا في واشنطن هناك نقاش في الولايات المتحدة حول إمكانية إقامة قواعد عسكرية أمريكية وقواعد جوية أمريكية في العراق انطلاقا مما يجري حاليا في مواجهة تنظيم داعش في العراق ما هي مخاطر أو إمكانية فعل ذلك وإذا واشنطن فعلا ثبت نيتها بإقامة قواعد دائمة في العراق كيف سيكون ردة فعل الحكومة العراقية أو حتى المكونات السياسية العراقية أولا مثل ما تعرف جنابك أنه أولا الولايات المتحدة قادة الحلف الأربعين هذا المشبوه كل هذه القيادة التي تمت بها وكل هذه الضجة والجلبة التي أحدثتها واستجلبت دول إسقاط فرض منها ومنها مشاركة غير فاعلة ومشاركة استشرافية كبعض الدول العربية التي تدعم الإرهاب وتأتي لتضرب الإرهاب وهذه من المتناقضات وهذه من المضحكات العملية برمته حقيقة إذا كانت تأتي بهذا هي أتت بهذا التحالف ذات الأربعين المشبوه لأجل إقامة هذه القواعد لكن إقامة هذه القواعد في هذه الفترة من المؤكد لا بل من المتعذر إقامتها كون أكبر مكون في العراق وهو المكون الشيعي بكل فصائل ومقاومة الإسلامية تأبى وترفض إقامة أي قاعدة لها هنا سواء كانت هنا أو سواء كانت حتى بإقليم كردستان المقاومة العراقية الشريفة المقاومة الإسلامية الدول الممانعة التي نحن في تماس معها مثل سوريا مثل لبنان حقيقة هذا الهلال الذي سيشكل ستأبى وترفض العراق ليس ألمانيا العراق ليس بريطانيا العراق ليس دولة ترحب بأي قاعدة تفيد إليها لذلك حتى عملية السلاح يعني عملية السلاح مقارة السلاح الروسي سلاح كفو مقارة بالسلاح الأمريكي هذا السلاح رخيص جدا هذا السلاح غالي جدا هم يبيعوننا يعني يعني معدات يعتقدون أنها يهولون هذا بالنسبة للولايات المتحدة اليوم مثلا أقول لك مثل طائرات يعني طائرة الـ F22 سعرها أكثر من 400 مليون دولار هذه أصلا لم تبع لأي دولة لأنها ممتنعة البيع طائرات الرافال سعرها 90 مليون دولار في حين مثلا طائرات السيخوية 35, 37, 30, A8 هذه طائرات أرخص نحن العراق سوف لن يمر بحرب عالمية العراق لديه يعني حقا يتصدى لمجاميع أرهابية والنصر اللي حققتها القوات الحج الشعبي في بعض مناطق الشمال والغرب من العراق هذا حقا ندعي لإستيار الولايات المتحدة لذلك سارعت إلى إنشاء هذا المؤتمر طيب سؤال أخير وأرجو منك الاختصار في الإجابة عليه وهو يتعلق بالصفقات الروسية التي تسلم سواء كانت الكورنيت أو 128 الآن 135 تسلم في موعدها للحكومة العراقية إلى أي حد هذا يعطي دورا لروسيا أكبر بالنسبة للعراقيين وإلى أي حد موسكو يمكن أن تشكل معادلا موضوعيا للتواجد الأمريكي أو لمحاولات النفوذ الأمريكي الحكومة الروسية الشعب العراقي كل مكونات الشعب العراقي تنظر إلى الحكومة الروسية على أنها صديق قديم متجدد حقيقة هذه منظومة الكورنيت والبانستينز وطائرات المي 35 والمي 28 حقيقة ستعطي دعما معنويا وزخما معنويا للجند العراقي وللمقاومة العراقي ولسرايا الحج الشعبي وللحكومة العراقية بحد ذاته حقيقة الحكومة العراقية ستجد نفسها وإن كانت تتماهى مع بعض الرغبات الأمريكية إلا أنها ستجد نفسها صاغرة إذا الضغط الشعبي إذا الضغط الداخلي فلذلك سوف لا تجد غضاضة إلا أن تؤيد ما يذهب إليه الرئيس السائد وتتوجس مشاعر الشعب العراقي في ضرورة التواصل مع الحكومة الروسية وعهدنا من الحكومة الروسية أنها حكومة دائمة التواجد لا يصح لنا أن نعتبرها دولة أمرجنسي فقط حينما نحتاجها نهب ونطلب نجدتها هي دولة مستمرة هي دولة متى ما نريدها تسعفنا بأي صفقة وهي دولة إلى حد كثير صادقة في إفاء وعودها وإفاء وعودها وليس أقل من هذا جزيلا شكر أستاذ فاضل أبرغيف الخبير الاستراتيجي حدثنا مباشرة من بغداد منذر سليمان في واشنطن أمريكا كيف تتابع عمليات التسليح الروسية لدول المنطقة سوريا العراق وأيضا القاهرة بالتأكيد هناك خوف هناك أيضا قلق من قبل الولايات المتحدة ولكن بأشكال مختلفة فيما يتعلق في الجانب العراقي هي تشعر بأنها سيكون لديها دور أكبر في حصر مقدار النفوذ الروسي في العراق فيما يتعلق في سوريا هذا الأمر صعب عليها وأيضا فيما يتعلق في مصر خاصة أنه حتى مع قدوم الرئيس السيسي إلى الأمم المتحدة ولقاؤه المحدود زمنيا مع الرئيس أوباما ما رشح عنه أنه لم يكن هناك تفاهم واسع حول العديد من القضايا ولا تزال هناك فيه توجس متبادل بين القيادة المصرية والقيادة الأمريكية وستمضي مصر في محاولة تنويع مصادر السلاح هناك معلومة من مصادر من مصدر مسؤول قريب مقرب من السفارة الروسية في واشنطن رفض أن يذكر اسمه ويتعلق في سوريا حاولنا أن نستطلع الموقف الروسي من مستقبل هذه العمليات العسكرية في سوريا تحديدا زكرنا بحائط السواريخ في عام 1973 الذي شكلته مصر وقال أنه إذا تم استهداف المواقع العسكرية للجيش السوري سيكون هناك ربما تصعيد من الموقف الروسي لدرجة أنها ستزود سوريا بأسلحة قادرة على أن تتعامل مع طائرات تحالف أمريكا مع الدول الحليفة هذا موقف جديد ربما لم يعلن بشكل رسمي ولكن واضح تماما الاتجاه الذي يزير فيه بوتين ولهجة لابروف المتشددة أيضا في مجلس الأمن وأيضا إفراده لقسم كبير من الكلام حتى حول أوكرانيا ولوم الولايات المتحدة والغرب حول ما جرى واستعداده للوقوف أمامها في أوكرانيا هو يشعر أن الحرب على الإرهاب لن تنفرد فيها الولايات المتحدة وأيضا في عملية حسابية قال لنا نفسه عملية حسابية إذا كانوا يرغبون في الوصول إلى 12 و 15 ألف سيستغرق سنوات لتدريبهم إذن هم يحاولون الدخول إلى المنطقة والبقاء مسيطرين إلى المنطقة ويتحركون لكي إما يشكلوا جيش بر بديل عن هذا الجيش الذي يتم الحديث عنه لمعارضة السورية وهذا الجيش من أين سيأتي مرتزقة من الدول الجوار وغيرها أو أنه يناط بدور تركيا دور جديد كل هذه الأمور مطروحة على طاولة ولكن الشيء الملفت هو استعداد روسيا للتصعيد في حال تم استهداف الجيش السوري منذر سليمان مدير مكتب الميادين حدثنا مباشرة من واشنطن فاصل بعده مباشرة نفتح الملف الثاني في المسائية الليلة أبقوا معنا مجددا حياكم الله أعلن تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة في اليمن مسؤولية عن استهداف نقطة حراسة للسفارة الأمريكية في صنعاء بصاروخ من طراز لاو مراسل الميادين فاد بإصابة جنود من حرس السفارة وبيعطاب إحدى المصفحات هناك الهجوم نفذ باستخدام المهاجمين سيارة لإطلاق الصاروخ وفي اليمن أيضا وقعت حركة أنصار الله الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة مع السلطات اليمنية الملحق يتعلق بالوضع الميداني في عمران والجوف ومأرب وصنعاء وكانت الحركة قد رفضت توقيع هذا الملحق احتجاجا منها على اغتزال الصراع في محافظات بعينها هذا وأكد المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام للميادين استمرار النقاش مع السلطة والأطراف الأخرى لتسمية رئيس الحكومة المقبلة المشاورات بشأن تسمية رئيس للحكومة اليمنية تراوح مكانها بعد أيام من انتهاء المدة التي حددتها التسوية السياسية الأخيرة الأطراف السياسيون الذين تقدموا بمرشحهم لتولي المنصب لم يتوافقوا بعد على شخصية جامعة الأمر كما يقول أنصار الله لا يبعث على القلق ويضيفون إن النقاشات مستمرة لم يتم التوافق على تسمية رئيس الوزراء حتى الآن وهذا شيء طبيعي لأن هذا يحتاج إلى وقت والمهلة المخصصة بثلاثة أيام هي ليست الرئيس الوزراء وإنما هي المستشارين الرئيس مصدر في الرئاسة اليمنية قال للميادين إن تسمية شخصية وطنية تتجسد فيها معايير النزاهة والكفاءة لن تتجاوز الاثنين المقبل لكن التعثر وعدم التوافق يثيران لكثير من المخاوف في أوساط الناس وقد يعيدان الأمور إلى المربع الأول كما يقول مراقبون نحن ربما أمام مشهد يعيد تكرار نفسه مرارا مشهد يرسم ملامح أزمة جديدة تتمثل في ربما عدم القدرة على تشكيل حكومة في الوقت المعلن والمحدد سلفا لا تقدم في الشأن الحكومي لكن على مستوى الأمن تطور ملحوظ سجل مع توقيع أنصار الله الملحق الأمنية لاتفاق السلم والشراكة والمتعلقة بتطبيع الأوضاع الأمنية في عمران والجوف ومأرب وصنعاء بعدما كانوا قد تحفظوا عليه التوقيع كما قالت مصادر في أنصار الله جاء بعد تدارس الاتفاق على نحو واسع أجل حتى تم تدارسه واليوم تم التوقيع عليه وبإذن الله سوف يلتزمون أنصار الله لا شك في ذلك وكانت مواجهات عنيفة قد نشبت بعد اعتداء جنود يتبعون رئيس جهاز الأمن القومي على مسلح اللجان الشعبية كما يقول أنصار الله ما أدى إلى سقوط أكثر من عشرة أشخاص ما بين قتيل وجريح العبر إلى المربع الآمن يبدأ من تسمية رئيس للحكومة ومن ثم تأليف الحكومة في مدة قصيرة وكل ذلك يرتبط بحسب مراقبين بقدرة القوى السياسية على استعادة الثقة ببعضها أحمد عبد الرحمن صنع الميادين قال عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله ضيف الله الشامي في اتصال مع الميادين أنه سينشأ جيش وطني يهتم بمصالح الشعب وأنهم في الحركة متفائلون بأن زعماء الحركات السياسية وقادة الأحزاب سيتحركون للتفاعل مع الاتفاق الجديد الآن الوضع سيستثب بشكل كبير جدا وستطبع الأوضاع الأمنية في كل المحافظات اليمنية بدون استثناء ليتم هناك إنشاء جيش وطني قوي يهتم بخدمة هذا الشعب ويهتم بمصالحه نحن الآن نعمل خيرا ونتفاعل كثيرا بأن يتحرك جميع ابناء الشعب اليمني وجميع زعماء الحركات السياسية وقادة الأحزاب في التفاعل مع هذا الاتفاق وتنفيذه على أرض الواضع بما يخدم مصالح هذا الشعب ويحافظ على أمنه واستقراره وسيادة هذا البلد ولمناقشة هذا الموضوع معنا هنا في السوديو الإعلامي اليمني الأستاذ إبراهيم الديرامي أستاذ إبراهيم صعد الله مساءك بداية ومباشرة ندخل في موضوع توقيع الملحق الأمني المتعلق أو الملحق باتفاقية السلم والشراكة التي وقعتها الأطراف في اليمن هذه التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل أنصار الله هل تتوقع بأنه سيفتح على إجراءات ميدانية تعيد العاصمة وتعيد المدن إلى ما كانت عليه بسم الله الرحمن الرحيم في البداية لا بد من التأكيد على أن اتفاق الشراكة والسلمة الذي تم توقيعه خلال الأيام الماضية كان يتضمن بند يعتبر أن الملحق الأمني جزء لا يتجزأ من الاتفاق أي في صلبة الاتفاق وبالتالي فتوقيع الاتفاق اليوم هو تحصيل حاصل بما أنه قد وقع على المتنى الأصلي ويعتقد الكثير من المراقبون أن التوقيع على الملحق الأمني هو بمثابة مذكرة تفسيرية للاتفاق الأصلي فيما يحص الجانب الأمني وبالتالي سوف يكون وفقا للاتفاق هناك خطوات محددة وواضحة ومزمنة وباتفاق جميع الأطراف توقيع أنصار الله اليوم على الاتفاق هو إنما يأتي ليس لأن أنصار الله هم الوحيدون المعنيون بهذا الاتفاق وإنما باقية الأطراف السياسية هي معنية بهذا الاتفاق وهي مسؤولة عن تمفيذه بمسؤولية تضامنية مع باقية الفرقاء السياسيين نحن نعتقد كمتابعين للشأن اليمني ومراقبين وإعلاميين أن هذا الملحق الأمني فيها الكثير مما يعزز ما اتفق عليه اليمنيون وفيه أيضا ما يشكل بادرة أمل نحو مستقية باقية القوى السياسية من أجل المضي في تنفيذ الاتفاق اتفاق السلم والشراكة أستاذ إبراهيم ينص أيضا على تشكيل حكومة يمنية حكومة وحدة وطنية بين كل الأطراف اليمنية وهذا الاتفاق اتفاق الحكومة في أوله هناك يجب تسمية رئيس للحكومة في غضون ثلاثة أيام مرت ثلاثة أيام ومرت أكثر من ذلك ولم يتم حتى هذه اللحظة التوافق على اسم رئيس الحكومة ما الذي يعطل حتى هذه اللحظة التوافق على هذا الموضوع وإذا كان هناك تأخير في تنفيذ هذا البند هل هذا يعطي مؤشر إلى أن الاتفاقية التي وقعت هشة ويمكن آليات تنفيذها أن تفجرها لا أعتقد هذا بالنسبة للتأخر في إعلان اسم رئيس الوزراء وإن كان في ظاهره خارجا للاتفاق الذي تم النص فيه على أن يكون هناك فترة ثلاثة أيام فقط من أجل تسمية رئيس الوزراء والشروع الفوري بتشكيل الحكومة وإعطاء رئيس الوزراء مهلة شهر تقريبا من حين توقيع الاتفاق وإن الوصول إلى تسمية الوزراء هذا التأخير هو يأتي نتيجة تعدد الأسماء المطروحة للرئيس الوزراء واعتذار البعض من تلك الأسماء عن القبول بهذا المنصب في هذه الأوضاع الحساسة والفترة الحارجة من تاريخ اليمن هذا المنصب يتطلب في المقام الأول شخصاً مستقلاً ونزيهاً وكفأاً كما نصات عليه اتفاقية الشراكة والسلم وفي نفس الوقت يتطلب شخصاً يتمتع بمواصفات قيادية وأن يكون حازماً ونتيجة الكم الكبير من الفرقاء السياسيين الموقعين على مبادرة أو اتفاقية السلم والشراكة بالضرورة سوف يأخذ هذا الأمر بعض الوقت من أجل استكماله وإن كان في ظاهره أخرج للاتفاق ولكنه لا يعطي مأشراً على أن الاتفاق مهدد أو ما شابه لأن الجميع متفقون على المضي في هذا المسار السياسي لأنه لا بديل غيره فيما يتعلق أيضاً بالأسماء المطروحة للحكومة اليوم كانوا تداول عبر الصحافة اليمنية بأن الرئيس عبد الربو منصور هادي يدفع بالسيد أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية والأيمين العام للحوار بينما كانت حركة أنصار لا تدفع باسم آخر مرشح آخر للحكومة هل تعتقد بأنه فعلاً هناك تبني لأسماء محددة ومن ضمن الأسماء التي تطرح حالياً تعتقد من هو الاسم الذي يمكن أن تجمع عليه الأطراف السياسية في اليمن في الحقيقة لا زال الموقف ضبابياً في هذا الخصوص وإذا كان هناك طرف ما يدفع بشخصية معينة فهذا في الحقيقة كل طرف يدفع باسم معين وليس طرفاً محدداً بعينه وإذا كان هناك حصل إجماع على شخص معين مثل أحمد بن مبارك أو غيره فالأمر عايد إلى القوى السياسية إذا ارتضت شخصية معينة بالتوافق بينها جميعاً فهذا ما يؤمل أن يمضي فيها الجميع وبالنسبة كما أسلفت لكم في البداية هناك الكثير من الأسماء ومن مختلف الأطياف السياسية وضعت كرؤسة حكومة تكنقراد ولكن تظل المشاورات والمداولات والصيقة التوافقية التي فرضها اتفاق الشراكة والسل هو المعنية هي الأطرافة السياسية هي المعنية بوضعه على الطاولة بوضع الأسماء على الطاولة من أجل الوصول إلى اسم يحظى بمقبولية لدى الجميع طيب أستاذ برهيم من ضمن ما نفذ من هذه الاتفاقية أيضاً هو اختيار مستشارين لرئيس عبد الرب ومنصور هادي من حركة أنصار الله وأيضاً من الحراك الجنوبي هذا أيضاً يعطي مؤشر بأن المشكلتين مشكلة الشمال والجنوب سوف تكونان على طاولة البحث بالنسبة للحكومة الجديدة وهناك أمل بحل هذه المشاكل خاصة فيما يتعلق بالجنوب لأن هناك أيضاً تحركات شبع عسكرية في منطقة الجنوب حالية هو لا شك أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد حتدت في كثير من مواد حل القضية المواد التي وردت في مناقشات فريق القضية الجنوبية طرحت الكثير من المواد التي نتمنى أن توصل أبناء اليمن في الشمال والجنوب إلى حل هذه القضية وأيضاً كذلك قضية صعدة تعين المستشارين الذين عينا في الفترة في اليومين الماضيين يعطي مؤشر باتجاه الولوج المباشر بعد تشكيل الحكومة لمناقشة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وما نص عليه تقريراً فريقي صعدة والجنوب وإن شاء الله سوف تكون خطوة في الاتجاه الصحيح ونتمنى نجاحها طيب التصريحات السياسية المتبادلة وأستاذ إبراهيم التي ترافق الاتفاق يعني الاتفاق وقع وحركة أنصار الله قالت أنا مستعدة للانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها وأيضاً وقعت اليوم على الملحق المتعلق بالملحق الأمني المتعلق باتفاق السلم والشراكة لكن التصريحات السياسية لا تواكب كل ذلك يعني لا يوجد تهدئة عندما نستمع لرئيس عبد ربع منصور هذه مؤامرة خارجية وهناك من يريد الانقضاض على الدولة وأيضاً من الطرف الآخر نستمع لاتهامات إذن لا يوجد نوع من الخطاب الذي يعكس بأن هناك فعلاً نوع من التفاهم السياسي هو لا في الحقيقة يعني الاتفاق كان واضحاً ونص على التهدئة الإعلامية والسياسية من أجل تنجاح الاتفاق فإذا كان الأخ رئيس الجمهورية في المقام الأول هو من يتسطى بتصريحات قد يفهم منها أنها محاولة لتسميم الجو السياسي الذي يعيشه البلد فلا لنوى الآخرين إذا تحولوا إلى موقع الفعل ورد الفعل إذا كان رئيس الجمهورية وهو المعنية الأول وهو المسؤول الأول في البلد يصرح بهذه التصريحات التي يفهم منها توجيه الاتهام إلى طرف معين من أجل تحميل كل الموبقات فهذا غير سليم لأنه يسهم في الأخير إلى وصول البلد إلى حالة انسدات طالما هرب الناس كلهم بما فيهم رئيس الجمهورية منها أنا أشكرك جزيلا شكر أستاذ إبراهيم الدليمي الإعلامي اليمني شكرا جزيلا لحضورك حياكم الله أقام أهالي بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة خيمة اعتصام لإعلان البلدة منطقة منكوبة بعد تدميرها في العدوان الأخير على القطاع واحتجاج على تهميش الجهات الإغاثية والمسؤولة لهم أحمد شلدان ربما عادت الحياة إلى شوارع بيت حنون شمال قطاع غزة لكنها ليست كذلك في منازل ومزارع هذه البلدة المدمرة أهالي البلدة أقاموا خيمة اعتصام للمطالبة بإعلانها منطقة منكوبة نحن نطالب لآخر نفت فينا لحد ما نثبت بيت حنون منطقة منكوبة لأنه نضررنا نحن حجم الدمار لدينا كبير نحن نقول أنا على الرئيس أبو مازن وحكومة التوافق الوطني الوقوف إلى مسؤولياتهم وإعلان بيت حنون منطقة منكوبة الدمار الذي لحق ببيت حنون في العدوان الأخير كان الأكبر في تاريخها حتى أصبحت هذه المنطقة غير قابلة للحياة كانت نسبة الخسارة فيها ما يعادل ثلاث تلاف وخمسمائة واحدة سكنية وأكثر من خمس تلاف دلم زراعي وكان مجمل من يدخل بيت حنون ويلاحظ منازل بيت حنون فإن تقريبا نسبة 80% من بيت حنون مدمرة ويعاني سكان القطاع من تأخر إعادة الإعمار بعد أكثر من شهر على توقف العدوان وانسداد أفق الحل أمامهما سعي أهالي هذه البلدة لتسليط الضوء على معاناتهم يأتي جزءا من حراك شعبي للمطالبة بإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لعذابات شعب فقد الآلاف من أبنائه في سبيل كسر حصار ما زال يجثم على صدورهما أحمد شردان من بيت حنون شمال القطاع الميادين والآن إلى فقرة الماضي الحاضر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة